أيضاً في رقم ثاني للفتح ممكن تفسرونا لي نفسياً والعيش اللي قاعد يصير للفتح على أرضه ليس هذا الموسم إنما في آخر خمسة مواسم نقاط الفتح على أرضه 17-18 كان 19 نقطة المباراة اللي على أرضه من أصل كانت 13 مباراة أعتقد أو 13 مباراة أو 14 مباراة 18-19 اللي 15 مباراة يعني 45 نقطة لم يتحصل على 22 نقطة 19-20-21 نقطة 20-21 الموسم الماضي 15 نقطة فقط 21-22 هذا الموسم 18 نقطة عادل ليش ما يفوز على أرضه الفتح أولاً أنا أحييكم على الإحصائية الجمدة دي أنا من بعد الفتح ما أخذ الدوري كان قوته في ملعبه ولكن في الوقت الحالي هو بيلعب برأة أفضل علشان إمكانيات لعبته الحاجة التانية المهمة إنه لما بيجي يخسر نقطة على ملعبه بتحس إنه هو يعني فيه لغبطة تاكتيكية في اللعب عنده لأنه بيبقى وما تعرفش إنه هو بيهاجم ولا بيدافع بيلعب لعب مفتوح ولا مأفول أهو على ملعبه بيبقى فيه حيرة شوية من تاكتيك المدر محسن هذا من يقول لك هذا من كلمات متقاطعة مشاري 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 الجميل يقوله طايبي ما شئت الله لمنطقة اللؤمان بعد نقاط اليوم كل تأكيد على المستوى اللي قدموه اليوم والمستوى اللي راحت طاي في مأمن إن شاء الله في مأمن ما في خطر نبقى نكسب جمهور الطاي نبقى نكسب جمهور الطاي نقول في مأمن طيب في مأمن